أمام حضراتكم لو نظرنا للفارق يعني شهدنا فرحة للجماهير السنغالية التي تواجدت في الأراضي المصرية وبين جموع المصريين وعبروا عن فرحتهم بشكل سلس وتلقاء للغاية والشعب المصري طلق هذا الأمر بصدر راحب الشعب المصري نجده دائما مرحب بكل الضيوف من كل الجنسيات ليس لديها أي مشكلة مع أي شخص وهذا ما اتضح في احتفالات السنغاليين المتواجدين في الأراضي المصرية سواء القادمين من أجل العمل أو القادمين من أجل الدراسة في الأزهر الشريف وجامعة الأزهر وهذا الأمر تم توضيحه من خلال الفيديوهات التي انتشرت على السوشيال ميديا لعدد من المقيمين السنغاليين في القاهرة وهم يحتفلون بعلم بلادهم وسط الشعب المصري والشعب المصري برغم من حالة الحزن الكبيرة التي كانت تتواجد بداخله جراء خسارة تلك المباراة النهائية برقلات الجزاء الترجحية لكنه في النهاية لم يمس هؤلاء بأي سوء بل تم التقاط صور وفيديوهات لهم تم أخذ أحاديث من المزاح والسخرية وكادت الأمور تشير إلى أجواء والديو وعلاقات طبيعية لو نقارن هذا المشهد بمشهد آخر حينما رأينا فاينل أو نهاي كاسل أمام الأوروبية بين كل من إنجلترا وإيطاليا وقيام الإنجليز أصحاب الأرض في تلك المباراة وهذا النهائي بتوجيه ركلات وضربات لأي شخص إيطالي يجدونه أمامهم بعد خسارتهم للمباراة أمام إيطاليا مشهد كان يدلل على الهماجية في حين نحن نتحدث عن مشهد آخر يدلل على الكرم ويدلل أيضا على حفاوة الاستقبال بالنسبة لضيوف المصريين شكرا